نقل موقع المنيوزا في تقرير له عن مصدر أمني أن الأخيرة لم تسجل منذ الأول من تشرين الأول الجاري أي خروقات أمنية ضد المصالح الأمريكية في البلاد بعد أن كانت استدف الفصائل المسلحة قاعدة عين الأسد بشكل مستمر عبر الصواريخ والطائرات المسيرة وأضاف المصدر الأمني الرفيع في قيادة العمليات المشتركة أن قيادة الأمنية تراقب الهجمات التي تشنها الفصائل المسلحة على المصالح الأجنبية في العراق خصوصا وأن العراق متعهد وملزم بحماية البعثات الدبلوماسية ويبدو أننا لن نشهد عودة لاستهداف تلك المصالح خلال المرحلة المقبلة